أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلة آفاق المناخ والتي تعد أحد الإصدارات العلمية التطبيقية التي تصدر بدورية ربع سنوية جاء العدد الجديد من المجلة بعنوان كون شريكا في العمل المناخي وتضمن ملفا خاصا عن مشروعات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة مصرية خضراء كان المركز قد أطلق العدد الأول من المجلة في نوفمبر 2022 على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ كوب 27